كما كتابوا معنا هنا يعدنا مول طاقة الطرق بالعالمة ديال الصغيرة في كبيرة مول كبير يدوز على بعد 150 متر يعني من اللي كنكونو خارج المدينة كما كتشوفو السيارة الحمراء دائما يعني كتكون عندنا هذك الخط ديال السامح بالمرور إذا كان عندي الخط قدامي ديال السامح بالمرور السيارة الزرقاء غادة في طريق كبيرة وبالنسبة للعالمة دائما كنعطو فيها الأسباقية ليمن وليسر ديالنا أنا والسيارة الحمراء غنعطيه الأسباقية للسيارة الزرقاء اللي جاشع ليمن ديالي هنا واللي غيكون جاي على ليسر إذا القاعدة ديال هاد العالمة كتتعتبر صغيرة في كبيرة مول كبيرة يدوز على بعد 150 متر وكذلك كتتعتبر السامح بالمرور وكذلك كتعتبر إعطاء حق الأسباقية إذا هاد الناس اللي كان سمحوا ليهم بالمرور وكان أعطيهم حق الأسباقية كيتواجدوا على اليمين وعال اليسر فيما تكون عندها هاد العالمة فأنا عندي الطريق صغيرة وليمن وليسر عنده الطريق كبيرة إذا الخط اللي كيكون مقطع قدامي كيعلم على السامح بالمرور ومن اللي كيكون الخط مطاص القدامي كيعلم على قيف عقلوا على هاد القاعدة هادي ونتمنى أن هاد الفيديو ده باتكونوا استفتوا منو وإحنا كنهضرو دائما على جميع العلامات ديال الخطر هكا تكون خارج المدينة على بعد 150 وداخل المدينة على بعد 50 متر إذا أتمنى أنكم فهمتوا هاد السؤال وتحياتي لكم اشتركوا في القناة